مرحبا أهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم المفضل مدرستي أنا اسمي سيدة ماريان وبعلمكم اللغة العربية واليوم قبل ما نبلج حيب أنعمل مراجعة صغيرة أنا وياكم للفصول الأربعة حاضرين جاهدين قولوا وراي فصل الخريف فصل الخريف فصل الشتاء فصل الشتاء فصل الربيع فصل الربيع وفصل الصيف فصل الصيف رائع وهلا بدنا نعمل أنا وياكم حزورة الألوان لحنقول أنه أنا هو هيدا اللون سماعوا كتير منيح رح أعطيكم معلومات وإنتوا لازم تحذروا اللون أنا موجود في الحليب، أنا موجود في الأسنان، لح أرجع عدلكم، ركزوا كتير منيح، أنا موجود في الحليب، أنا موجود في الأسنان، من أنا؟ صح اللون الأبيض، اللون الأبيض، وعملتلكم قارب من ورق، لونه أبيض، شوفتو كتير منيح؟ قارب من ورق، لونه أبيض، حبيتوا الحزورة؟؟؟ بدكن نعمل حذورة تاني؟ يلا حضروا حالكم يكونوا جاهزين لح نرجع نقول انه أنا هو هيدا اللون أنا موجود في الباذنجان أنا موجود في العنب لح ارجع عيد أنا موجود في الباذنجان أنا موجود في العنب من أنا؟ صح اللون البنفسجي اللون البنفسجي ومعي ألمين لون بنفسجي شايفينون؟ هيدا مبين أكتر من هيدا بس هيدا بس نلون فيه ببين على الورقة انه لونه بنفسجي وقبل ما نبلش فكرتنا الأولى بدي إياكم تكونوا حاضرين تنسمع سوا غنية حلوة كتير بدنا نجرب نحفظها وتنغنيها مع بعض وكل مرة لح نرجع نعيدها تنغنيها سوا وأنا بلي إيكون بالفقرة التالية أجمل عائل عائلتي أمي وأبي لهما حبي أخي وأختي أعز رفاقي حبي لهم كبير أزلي أجمل عائل عائلتي أمي وأبي لهما حبي أخي وأختي أعز رفاقي حبي لهم كبير أزلي أشكرك ربي وإلهي أشكرك على محبة عائلتي بهايدي الفقرة بدنا نعمل أنا وياكم تعبير شفهي يعني إذا بدكم بدنا نتسيق نحكي أنا وياكم عن شو بدنا نحكي؟ بدنا نحكي عن العائلة ما مراد في كلمة عائلة؟ الأسرة شوفوا على اللوح حتي يتلكون هون صورة للعائلة لأسرة مؤلفة من أب أم وأولاد وكل واحد مننا عنده أكيد عائلة مؤلفة من عدة أفراد طيب إذا نحنا بهيدي العائلة إجا حدا سألنا سؤال كيف لازم نجاوب؟ لازم نعرف كل المعلومات عن أسرتنا وعائلتنا أول شي شو معقول حدا يسألنا؟ إذا عم نتعرف علينا لأول مرة شو بيسألنا؟ بيسألنا ما اسمك؟ يعني شو اسمك؟ ما اسمك؟ يعني شو اسمك؟ شو منجاوب؟ منقول ضغري بديع؟ فؤاد؟ جنة؟ لا منجاوب بطريقة صحيحة ومنقول أنا اسمي جنة أو أنا اسمي فؤاد كل واحد حسب شو اسمه؟ وتاني شغلة ممكن حدا يسألنا إيها بس يتعرف علينا هي ما عمرك؟ كل واحد بيجاوب حسب هو قدي عمره؟ شو منقول أنا عمري 6 سنوات أو أنا عمري 7 سنوات كل واحد بيقول حسب قديش هو عمره؟ وكمان يلي بديو يتعرف علينا بيحب يتعرف على أفراد أسرتنا يعني على أفراد عيلتنا بيسألونا ما اسمه أبيك؟ يعني شو اسمه؟ بيك منجاوب اسمه أبي فؤاد أو اسمه أبي باني كمان بيحبوا يعرفوا شو اسمه الماما وبيسألونا ما اسمه أمك؟ منقول اسمه أمي سعاد أو اسمه أمي سلمة حسب كل واحد شو اسمه أمه؟ كمان بيحب البديو يتعرف علينا يعرف عيلتنا الأسرة تبعيتنا مقلفة من كم فرد يعني شو عنا أخوي وأخوات؟ بيسألونا كم أخا عندك؟ يعني كم خي عندك؟ حسب أنا قديش عندي؟ إذا عندي خي واحد بقول عندي أخن واحد إذا عندي خيين بقول عندي أخوان وإذا عندي أكتر من خيين ثلاثة مثلا بقول عندي ثلاثة أخوة وكمان عن الأخوة البنات بيسألوني كم أختا عندك؟ أنا بجاوب حسب قدي عندي عندي أخت واحدة أو أختان أو ثلاث أخوات أو أربع أخوات حسب أنا قدي عندي بالعيلة تبعيته يعني بالأسرة أخيرا من كم شخص تتألف أسرتك؟ يعني من كم شخص الأسرة تبعيته أو العيلة تتألف؟ من كم فرد؟ بعدهم أمي، أبي، أنا، أخي وأختي مثلا إذا عندي بس أخ وأخت بيطلعوا خمسة أشخاص بعد أفراد عيلتي وبقول حسب قدي هنه ستة أشخاص، سبعة أشخاص، حسب أنا عيلتي مألفة من كم فرد؟ اليوم أنا وياكم تعلمنا كيف نجاوب بطريقة صحيحة على أسئلة ممكن يسألنا إياها شخص عم يتعرف علينا لأول مرة وهلأ بدي إياكم تحضروا ورقة وقلم وتنتروني لأنه بالفقرة التالية بنتعلم شيء كتير مهم وأنا بشوفكم بالفقرة التالية حضرتوا ورقة وقلم وفيكم كمان تحضروا دفتر هيك بتدونوا كل شي عم نعمله وبيضل بعدين معكم تقدروا تعملونه مراجعة أنا وياكم هلأ بدنا نستخرج حرف جديد لح أقرأ يلي كتبتهم على اللوح بدي ييكم تصغوا كتير مليح وتنتبهوا وتلاقوا شو هو الحرف يلي عم يتكرر تقريباً بكل الكلمات حاضرين؟ يلا، سمعوا ملعب لبيب كبير لح أرجع عيد ملعب لبيب كبير نكمل برد بابا تعيدة برد بابا عيدة بديع زبيب وعنب لح أرجع عيدة عند بديع زبيب وعنب عينب شو؟ لقيتوا الحرف؟ في حرف عم يتكرر تقريباً بكل الكلمات شو هو؟ أي حرف؟ هو حرف الباء صح هو حرف الباء اسمه حرف الباء وصوته ب اسمه حرف الباء وصوته ب تعرفوا كيف شكله حرف الباء؟ يلا، وقفوا وعملوا معي شكله هيك شكله تقريباً مثل الصينية اللي بتعملنا الماما فيها أكل طيب وفي عنده نقطة ما مننسيها أبداً شكله هيك وفي عنده نقطة ما مننسيها يلا بدنا نكتبه سوا حذروا حالكن وكتبوا معي حرفوا الباء من النقطة بنزل بمشي برجع بطلع وعنده نقطة ما مننسيها أبداً لح أرجع علمه يلا، من النقطة مننزل منمشي نرجع نطلع كم شكل عنده حرف الباء؟ حرف الباء عنده أربع أشكال صح، كم شكل عنده؟ عنده أربع أشكال يعني عنده شكل حرف منفرد ما بيعطي إيده لحداً وما بيمسك حرف تاني يلي كتبنيه على اللوح في عنده شكل تاني هو حرف الباء متصل من جهة واحدة حرف الباء متصل من جهة واحدة وهالمرة بيتصل من ميلة اليسار مش من ميلة اليمين راح نكتبوه كسرنا هيدا حرف الباء متصل من جهة واحدة يعني بيمسك إيد حرف تاني من جهة اليسار في عنده شكل تاني هو حرف الباء متصل من جهتين حرف الباء متصل من جهتين يعني عاطي إيده من الميلتين تيمسك الأحرف منبلش من الإيد منمشي منطلع منرجع مننزل ومنمشي ومنحط له نقطة ما مننسى النقطة أبدا هيدا هو حرف الباء متصل من جهتين بعد عنده شكل رابع وهو حرف الباء متصل بآخر الكلمة وهون بيعطي إيده من جهة اليمين بيكون هو بآخر الكلمة وبيعطي إيده من جهة اليمين راح نكتبوه وهيدا حرف الباء متصل بآخر الكلمة لكن منعيد حرف الباء له أربع أشكال حرف الباء حرف منفرد منشوفه على اللوح حرف الباء حرف منفرد حرف الباء متصل من جهة واحدة حرف الباء متصل من جهتين وحرف الباء متصل بآخر الكلمة دونتوه؟ كتبتوه؟ لأنه هلأ بنا نكتبوه مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة تتذكروا؟ خلينا نتذكر سوا عنا الأصوات الطويلة آ و و و ذكرتموه؟ هلأ بدنا نكتبوه مع حرف الباء تنشوف منكتب أي منكتب المتصل من جهة واحدة حرف الباء المتصل من جهة واحدة فانعطي� نمسكو ايدي الالف الـ باذ ا باذ شوي بيصير علينا باذ بيرجع به أو به أو بو واخيرا به اي بي شو صار عندي؟ صار عندي حرف البا مع الأصوات الطويلة لح نرجع نقرأهم سوا حاضرين؟ يلا قولوا وراي با بو بي نرجع منعيد با بو بي هلأ في عنا الأصوات القصيرة يلي هني الفتحة أ الدمة أ الكسرة إ بدي أرجع أذكركم كمان في عنا السكون السكون يلي شكله مثل الدائرة الصغيرة وبس تقعد على الحرف هي بيسكت ما بيعود إله صوت يعني مثلا إذا حتينيه على حرف الب حتينيه السكون بتصير ب بتكون نجرب نحط الأصوات القصيرة على حرف البا ونقرأهم سوا يلا لح نحطهم على الحرف البا يلي كتبنيه بأشكاله الأربعة شو رأيكون؟ يعني في عنا الب حرف منفرد لح نحط له فتحة أ ونشوف شو بيصير شو صار عننا؟ ب عظيم كمان بدنا نحط على البا الحرف المتصل من جهة واحدة دامة يعني كو شو بيصير؟ بو وهلا على حرف البا المتصل من جهتين رح نحط الكثرة يعني إ شو بيصير عنا؟ بي وآخر شي على حرف البا المتصل بآخر الكلمة لح نحط له لسكون شو بيصير عنا؟ ب شو رأيكم نرجع عن عيدهم سوا؟ كتبتون؟ يلا هلا بدنا نرجع عن عيدهم أنا وياكم ب ب ب ب و ب لكن اليوم أنا وياكم رجعنا عملنا مراجعة على حرف البا مع الأصوات الطويلة ومع الأصوات القصيرة وبأشكاله الأربعة حرف منفرد حرف متصل من جهة واحدة حرف متصل من جهتين وحرف متصل بآخر الكلمة ما بدي تروحوا محل بعد عندي لقلكون لعبة حلبة كتير بل نلعبها أنا وياكم عن حرف البا وهلأ حدروحا لكون خليكم ناشطين لأنه بالفقرة التالية لح نعمل شي كتير حلو وأنا بشوفكم بالفقرة التالية باب بيتي أبيض برميل كبير بستان أخضر عنب أحمر بنت جميلة حبوب كثيرة هلا أنا وياكم بدنا نكمل نشتغل على حرف البا بس هالمرة بدنا نعمل لعبة ومو وقفو حدروحا لكون لأنه لعبتنا حلوي كتير شو اسمع لعبتنا؟ أسمع لا أسمع لحقول أنا كلمات إذا فيون حرف البا يعني إذا بسمع فيون حرف البا لح أعمل شكل حرف البا وإذا ما بسمع حرف البا كتف إيدي يزعليني ما في حرف البا شو رأيكون؟ عشبتكن اللعبة حاضرين وقفو حدروحالكن بنشاط حيوية يلا أنا وياكم لحنبلش مع أول كلمة اسمعوا كتير منيح باب باب شو رأيكون؟ عم نسمع حرف البا طبعا ومنعمل شكل حرف البا ما مننسى النقطة كلمة تانية مدرسة مدرسة عم نسمع شي حرف البا مدرسة ما في حرف البا منكتف إيدينا زعلينين بعد كلمة يلا حلق بدنا نسرع شوي شو رأيكون بكلمة دب دب شو منكتف؟ أسمع حرف البا طبعا بعمل شكل حرف البا يلا بعد كلمة بستان بستان بسمع حرف البا طبعا بعمل شكل حرف البا يلا بعد كلمة ممحات بسمع شي حرف البا كتف أيديي مثل الشطورة يلا بعد كلمة نسترى بسمع شي حرف البق؟ لا كمانا كتف ايدي زاليني واخر كلمة هي حضروا حالكم بيت بسمع حرف البق؟ نعم وهيك بعمل شكل حرف البق عظيم كنتو اليوم ممتازين وانا كتير كتير فرحانة بدي منكن كل مرة قبل الحلقة تحضروا ورقة وقلم والافضل تحضروا دفتر هيك بيضلوا عندكن مرتب وبعدين بعد الحلقة ترجعوا بتعملوا مراجعة بديكن ترجعوا تكتبوا حرف البق باشكالوا الاربعة مع الاصوات الطويلة والقصيرة وقبل ما ودعكن بدنا نسمع غنية حلوة كتير بدنا نجرب نحفظها ونغنيها سوا وانا شوفكم بالحلقة المقبلة الى اللقاء فصول السنة أربعة أربعة فصل الخريف أولا فصل الشتاء ثانيا فصل الربيع ثالثا ورابعا ورابعا فصل الصيف في فصل الخريف تسقط أوراق الشجر في فصل الشتاء يسقط المطر في فصل الربيع تكثر الأزهار وفي فصل الصيف يأتي المرح واللعب فصل الخريف أولا فصل الشتاء ثانيا فصل الربيع ثالثا ورابعا فصل الصيف ورابعا فصل الصيف ترجمة نانسي قنقر